تحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة العدل تحقبين اللحظة دائما من خلال برنامج اللامولاتي برنامج المرأة التفل والأسرة ومع فقرات متنوعة كلها إفادة اليوم من خلال شهيوات اللامولاتية غادي تشارك معنا المستمع السوهيلة من رباط وغادي نتعرفوا جميع الاقتراحات اللي غادي توجد المستمعات وغادي نمشيوا باش نتعرفوا على شكل فائزات معنا في المسابقات اليومية واللي يقدموا لكم دائما هدايا من دهاب وكنتمنى حد سعيد لجميع مستمعات اللامولاتي من خلال الاقتراحات اللي غادي نوجد لكم اليوم فغادي نقترح لكم حلوة دي التمر والبيسكي والقرقاء اللي طلبت البارح المستمعات وكذلك رغيفات معسلين ومقليين هذو رغيفات مشكورة جدا قدمتهم لي البارح سناء ومريان وغادي نقدم لكم اليوم لأنه تاوماكي جيوزوينين وشكولات للدهن بالبطاطة الحلوة دي المستمعات فتما الشافعي فتكلمنا هذا الأسبوع لأنه دائما بحلبة رح دخلنا لزيبيناغ السبانيخ في سباكيتي وقلنا ممكن أنهم ضيفهم يعني العصائر والباش يستفدون منهم الكبار والصغار لأنه غانيين بالفيتامينات وكذلك بالحديد وخاصة الأشخاص اللي عندهم فقر الدم واللي خاصهم يأكلوا السبانيخ يعني في الوقت ديالها وهي مازالة طريقة في الموسم ديالها وفي نفس الوقت تكون يعني الطريقة ما تكونش طيبة اليوم غادي ندخلوه بتطير حلوة في شكولات للدهن كنا عرفوا أنا الوليدات الصغر يحماقوا على شكولات للدهن وكي يأكلوا غيره وبوحده فرصة على أنه ندخلوا اليوم بتطير حلوة ويستفدون ذيك القيمة الغدائية العالية اللي كانت بتطير حلوة في الوقت ديالها وكذلك إن شاء الله خلال الأسبوع وفي الأسابيع المقبلة نزيدوا اقتراحات خضر وفواكي كيفاش ندخلوهم الوليدات وحتى الكبار اللي ما تيأكلوش هذا الخضر واللي عندها فوائد كثيرة وحتى أنتم ماشكورة جدا فاطمة الشافعي اللي تواصلت معي وبيتات لي هذا الاقتراح اللي غادي نقدم لكم إن شاء الله اليوم وحتى أنتم من عندكم أي اقتراح حتى الخضر وفواكي اللي دخلتوها يعني في الماكلة ديالكم بطريقة اللي هي الدكية لما كاتماش الوليدات أو لمشي بطريقة تقليدية اللي كان طيبوها ففرصة أنكم تقدموها من خلال برنامج والمستمعات وخاصة الأمهات يستفدوا من الخبرة ديالكم المطبخية رفقة خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ اليوم قد نكمل في موضوعنا التجميلي دائما حول عناية بالبشرة خلال فصل الشتاء وشنو المشاكل التجميلية اللي كتعاني منها البشرة ديالكم خلال هذا الفصل فما لكم إلا تواصلوا معنا وخبيرة التجميل حرية شويخ ماشكورة جدا جواب على كل تساؤلتكم ابتداء المل 11-12 ودائما على صفر 5-22-88-00-60-61-62 انتوا وقفوا مع فاصل غنائي وقد نرجعوا لأولى فقراتنا خليكم دائما أوفيا إلا للمولاتي ما تمشيوا فيه اللي قناة بكم مستمعين مازا نستمر دائما من خلال برنامج المولاتي وقد يمشيوا مباشرة عند المستمعات سهيلة من رباطة وقد نتعرفوا على الاقتراحات اللي غدي تشارك بيهم اليوم سبعة الخير سهيلة لابس عليك أسبحتي الحمدلله الله يبارك فيك كل شاء الله خير بارك الله وفيك كوشين زيان بداري معاشي برت في الرباط ويرا الموت الحمدلله اللي قدرنا كاملين الله يبارك فيك الحمدلله بارك الله وفيك سهيلة بارك الله وفيك شكرا لك بساف مرحبا كنتي بعد النبد مرحبا بكم ومشكورة جدا على المشاركة ديالك وشكرا لأي أعتليه بالرقم الثاني ديالك جديد مزيان الآخر كان نشاليو الله يبرك فيك لأنه نبغي المقودة إيمة على تواصل معك تباك الله عليك أنت تتين بالمستمعات الله يعطيك الخير بارك الله فيك شكراً سهيلا مرحبا نحن كأختي بزاف وكنشكر المستمعين أحباهم وكنشكركم بزاف على هذا الله يعني كتفرحوني بحالها كقسمة لتحيي على الظهر الغيب الحمد لله الاختك ومعلينا بارك الله وفيك سهيلة ومرحبا بك دائما اربي اخليك انا وجهة واحد تحية سهيلة ايه تفضلي ايه ان شاء الله انا وجهة تحية لواحد الاخت حانا بعدها يالولا ايه كانت شكرك بزاس مرحبا بسلامة ايه وكانت شكرك جميع المتتبع على القناة ديالي شاه سهيلة اللي تفهم ما قالوا يوجهي لنا تحية كاملين بغاو يسلموا عليك حتى هم ايه مرحبا بسلامة انا رهما في الاجتماع مرحبا بيون انا بداو في الوسطة ايه وخة باش عم بداو ان شاء الله اغان نبداو بوحد الحلواء بلا موس شوكولة يعني بحال الطريقة مختلفة يلا وخة الاخ كان نحتاجه في المقادر يعني هادي هالطريقة ما فيهاش للجنواز ما فيهاش طبقة البيسكويت اه كان نحتاجه في كقاعدة الاولى فنحتاجه خمسين قرام ديالبقيق الخاص بالحلويات وخمسين قرام دياللوز نتحن بالقشرة ديالو ايه يعني عادي ما كنحمره متى حاجة اغي كان نتحنه بالقشرة ديالو وخمسين قرام ديال السكر والسين قرام ديالشكلات ايه وخة اول حاجة كانحتاجه مقلا كاندرو في هادك السكر واللوز والدقيق هالشي كامل حتى كيتتحمر مزيان ايه كاعدنا ما حدلوه انتهى بي من بعد كاندوبو تكسين قرام ديالشكلات وهو باش كانخلطو به هاد الالالالال كانجمعو بي هاد دقيق واللوز وستار يعني تيجين اوحد الخاليط يكون مرمل وهدي هو كاعدة اننا عندي ندروها في شي ايطار او مربع ولا اللي يعجبكم ايه نتخطو عليها بالملعقة او كأس ولا شي حاجة ندخلوها الكنجيلاتور على من نوجدو الطبقة الثانية ديال اللاموس او موخة بالنسبة ايه لاموس ديالشكلات ايه اول حاجة غاللي نخدموه بالكريمة الانجليزية بطريقة سهلة هدي ربصيه طوكة جيزوين بحلها داك اللي يعني كتشريها من مخابيز الراقية صويدة غير في الدار ايه فعلا هانتي فيها خمسين قرام ديالسكر سنيدة ميز قرام ديالشكلات ميز قرام ديالبيض والكحل الاسود وثلاثة ديالسفار ديالبيض واحد الفاني معلقة صغيرة ديالقهوات سريعة الدوابان اللي تعجبوه اللي ما تعجبوش يعني ما يديرهاش ربع لتر ديالحاليب وثلاثة ديالاوراق ديالجيلاتين ايه اول حاجة كنناخدوه كاثرونة كنضيفو فيها داك الحليب ديالا ربع لتر ونضيفو فيها تقريبا داك سكر 50قرام اقصمه على جوج نديره 25قرام سكر ساندة ونوضعها على نار يعني احتكي يسخن ناديك الحليب وما يوصلش لدرجة الغليان ولا يفيد ولا شي حاجة غير يسخن وفي واحد الاناء اولا نحضره نديره ثلاثة ديالصفار ديالبيض ونضيف الكلمية ديالسفار ديالسفار قد يتقلية 25قرام سنتربوهم زيان احتقي اللون ديال ذاك البيض بحل غا يميل البيوضة وغا ينضيفوا لها ذاك الحليب واسخون احنا كنطربوا بزين يعني باش ميطيبش من البيض ديالنا او كنردو ذاك شي مني كنسجني كنردو كامل للنار احتقي عقاد ديو ولكن ما يغلاش يعني بحل كيسخون وانتي مع تحريك المصامر وما يغلاش نهائيا صافي من بعد كنحسب ذاك المكونات او العناصر من سجمة لينا صافي كنحيدوها على نار وكنزيدو لذاك ميات كرام ديال الشوكولات لو هنا بالنسبة للشوكولات ممكن نديروه الشوكولات بيضو او لا ديرو غي واحد صافي وكنزيدو ذاك القهوات سريعة الدوابان وكنحركم زيان صافي وكنخليوه برد جانبا صافي من بعد غادي نجيبو واحد جوش كيسان ديال كريمة السائلة قشدة طرية قشدة طرية وممكن نعودوها بشانتي غبرا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هادي من الصحة الفوق ووجيها وحده فعلا ايه. ما تنزل شنين اذاك الكريمة ووجينا سائلة بزاعة. هادي كنا نركبوها على هادي الطبقة الاخرى ديال هادي الطبقة ديال القاعدة اللي درنا. صافي من بعد غادينا نخليها حتكت حتكت تجمد يعني لماكسيوم خليوها ليلة كاملة حتكت تجمد لينا. ياك. ايه. صافي من بعد ندزل هذا القلاسة الساهل وتقدر اي واحدة تدره ونجح لها. دروري انه تبقى مثلا ساعة طويلة ولا ليلة? لا 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 لا. ماكسيوم ماربعة سوايا. ايه. اربعة سوايا ستة ولا ليلة كاملة مثلا. عاد ندره القلاسة. عاد ندره القلاسة. عاد ندره فوقنا القلاسة. واخ. ليش? لانه اللي درنا القلاسة. ممكن انها تضبط ولا تدوب. ايه. فعلا. يعني انك نحيده جميع. تتبرد مزيان وتقبط راسها مزيان. اه. 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 صافي من بعد اني كندره هاد الكلاسة هادا ناجح وغي غي. غي تزبع على الطريقة هدي رهما يعني ناجح مية في المياه. اه. كندره نسكس ديال الماء. ايه. نسكس ديال كاكاو. اه. ونسكس ديال كريمة اه سائلة او القش بطارية. ايه. ونسكس ديال سكر. وثلاثة واحد جوج معلقة كبار ديال الجيلاتين او مع اربعة معلقة ديال الماء. اه. دائما الى درنا مثلا درنا تلطى المعالقة ديال الجيلاتين بودرة كندره استد المعالق يه. اه. ديال الماء. يعني دائما كندعفوه داك المعلقة اللي درنا بها داك الجيلاتين. اه. صافي من بعد كنشدوه اول حاجة في كثرونك كندره هادا كنسكس ديال الماء. حتى كيوصلنا درجة الغليان. وكنضيفو في داك السكر حتى هو. ونسنوه علي حتى كيغلو كيدو بنا داك السكر. وكنزيدو له لالنسكس ديال الكريمة ليقلنا. سهيا. كنضيفوها علي وكنحركوه مزيان. حتى كنشوفو داك لالقلافاج ديالنا بدتي يغلي. عاد كنضحيدو على النار. كنضيفوه الكاكاو هو مغربل. اه. وكنخلطوهم زيان. وكناردو على النار. وصافي غيري يشوف غي بحل يغللنا غي واحد الغليان. صافي كنبسو عليه. وكندفو داك الوراق ديال الجيلاتين. ايه. من قبل فزقناهم بطبيعك الحل. وعصرناهم بيدينا. اه. صافي من بعد كيم ما قلت لك وغادي تدري داك الوراق ديال الجيلاتين في داك القلاسة شو هتحرق كيم زيان. صافي من بعد غادي تبحلى غادي تتحنيه واحد شي شوية. اه. منين غادي تتحنيه. صافي غتخليه يبرد. هتخليه يبرد تماما في كلاجة. حتى كتشوف يعني كتتقي درجة حرارة ديال ذاك القلاسة. يعني هفطات بزاف. وهو غادي كتشوفوا القلاسة عنه تمسك لكم وعقعد. اه. صافي من بعد كتجب دي داك ذاك اللاموز ديالكم ليدرنا او الحلوة. كتحيدوا لها ذاك الايطار وكتدروها تشي شبيكة هكا وكتكبروا لها ذاك القلاسة. هيك. صافي من بعد كتدروه في الجوانب كتزوقوا اللي بغيتوا اما بالفيرتين او اللي بغيتوا فوق يعني كتدرو اما شي حاجة اي ديكور كتبغوا تديره يعني كتدرو فوق هات القلاسة من بعد ما يبرد. يعني امني كان ليرو ذاك للقلاسة كان بعودوا ندخلوا لمجمد واحد جوش دقائق بغيكة ما اكثر في. باش يقب تراصلوا مزيان باش نزينوا بسهولة. اه بسهولة. اه بسهولة. حتبك الله عليك هذه حلوة سهلة وخاصر المستمعات يتبع المراحل وكيف قلتي كتجيني بحل دي الباتي سريم اللي ربما كتبع بتامن. اي السيدتي يصيبوها في الدار اي لعتك صحة. ان شاء الله راقدي نزل على القناة. ان شاء الله. ان شاء الله. وصفت لي رابيت في نفس الوقت. اه. اي ان شاء الله. ان شاء الله. هانتي. بالنسبة ندرو احد الغريبة ديال شكولات. اي اي اي. اه. اه. شكولات ديال اطفال. هم. يعني هادك شكولات الحلو. اي اي. ايا. شكولات غبرة. شكولات غبرة. اي. 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 اي اي. حلو. بنجره مية اوفمس وعشرين قرام ديال زبدة. امه. زائد ميز قرام ديال زكر ناعم. اي الزكر غلاسي. ان خلطهم زيان. يعني هتا كنت ندمجوها دك الزبدة مع السكر. وكنضيفه جوش صفر ديالبيت. امه. او كان أيقما نضيفو معايقه عالق لياة الملح والطبيعة الحلو اليك Harold يعني كان نضيفو معايقه عالق لياة الملح اللي كان حوضرين حلو. آممح لطبيعة الحال وكان ديروا اه بالنسبةار بيكين آ prob Look I wanna look at Roya below, والفلق. آماما نضيفو جيزة شوية يعني إلى درتوها كاملة يعني تتنفخ بصف. نحن بغينا حاجة نغيف شوية. يباشي تعطينا ذاك التهشش لنا لحلوة دينا. مهم. صافي من بعد كنزيدو الدقاك. الدقاكة كنزيدو الدرجيان تقريبا انتاخد لكم واحد واحد مئتين سل مئتين وخمسين جرام ديال الدقاك. آآ لانو احنا بغينا العجينة كتكون رخوة بالزاف يعني كتعجنوها ويكتلسق لكم فليدي. مهم. صافي من بعد من بعد كما آآ كما لاحظو. جيدنا. هاي. ها. هاا تعدونيها. أبه يا لخوة ها. المنشط. لكم د hàngا كونها. بهذا كانت هذا النه jáł اضح جد. انتهاز متوسعه بالنسبة، الأحيان كانت أغياء زر على الميزة مالايسة بشكل الماء وكانت الدرجيان كواهر من الوصف hacked. وكانت تكون مرموها في البيض الذي ينتجناه. ثقيت نضيفها في كوكو كونكاسي أو اللوز من بعد نشكلها كويرات كما قلت لك ونضيفها حفيرة من الوسط ونضيفها بالفرن يكون على درجة 160-180 حتى نضيفها ونخرجها وبنسبة للك الحفيرات نضيفها إما بالكرامل أو الشوكولات أو اللوز ملحة بكم. يهد الحلوة تجيغزها لبزة وشيشة وسريع يعني مفيها مكادير. يهدت فرق يا عفا فعلا تبق الله عليك. بارك الله فيك. ونزولوا وحد البريوش بالمطارين. يهدت فعلا تستبدو منكسر وخة. بريوش. كنديروا في قصرية طبعا الحال كنديروا واحد نسس كيلو ديال بقاق اي خمسمية جرام مع شوية ديال الملحة. واحد الفاني. ثلاثة المعالق ديال كوك. يعني كدش يعطينا واحد رائع لها بريوش ديال الماء. معالقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبس. بياض بيضة. ونس كأس الزيت. وكأس من عصير الماندارين. نسخنها شوية لانه راكي عصد بلجو بارد. ما يمكننا نديروه بارد. وغا حاجتنا في الماء. شوية واحد نسكز بالماء. مهم إلا. 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 Norges. إلا. إلا. من بعض контрل даже ب peròجلنا جدا لقد قد قنات جميله جدا ولكن كرت mike phn4 في الزيتم بزار. وقد قد تنعج COMM weil choice شوية يعني مكان بالكوش بزار. إلا. حسنx. من بعد كن نضيرو في شي شي زلافة او شي حاجة وكن نغطيه حتي الخمر الخمر اللولى ومن بعد عاو تاني كن دهنو يدينا بشوية ديالزيت وكن حيدولو داك الهوى ديالو حتي كية بطنة طبي من بعد كن شكلو اه شكل قريصة صغر من وزنت قريبا واحد اه واحد اخمس عشرين جرام او ثلاثين جرام ديال داك العجينة ليه شي صغير او لها دياليوش قرينا صغير اه اه ساسين من بعد كن نحطو عاو تاني في ذاك صينية اللي تكون فرشة با في كريسون او دهنة وكن خليو عاو تاني خمر الخمر الثانية اه منيسي خمر الخمر الثانية ساسي كندهنو بدك الفرد لبيض اللي كانت بقالية حيث انا يحتاجي تغيل بيض بالبيض وكنديرو شوية باش يجيكم اللون محمر ولون موحد لهاد البريوش ديالكم كتديرو البيض مع اه مع القديل الثاني داو وقاطرات من الخلف اه ايه دائما كنديرو هذا باش كي اعطينا تك الحمورة اه وحدة فانسي يجينا شوية جهاز ايه فعلا كيجيلون موحد عندك الحق كيجيلون موحد فالبريوش اه اه ولا داك صاني داك اعطينا يعني لون ذهب لها صافي كاي طيبو ومن بعد كنزينوهم كنزيدو الوجه ديالهم اما بالمربة وكنديرو لهم الكوك ولا كنديرو زجلان ولا كنديرو اللوز ولا كنديرو مهم اهد البريوش هذا كيجي مزين بحل لبان ديروش صافي ديال الكوك وصافي ديال اللوز صافي ديال كونكاسي يعني كيجي تفل منه برز بين اه اه ايه فكي هذا البريوش بالماندارين ايه وفعلا كقية مرد بوحدة اخرى ديال هشنيس ديال مندارين نيت ديال مندارين اهه كنا فادلوا وقيت بحالة ايه ايه اشكل اخر وخة وسهلة بلا مات بيتي بلا مات حاجة هنشي اه الحمدلله اجربوه لذك المتبعات ديوله ايه تباك الله ايه ايه مزين اه كي نحتاجو كيلو ديال الماندارين او انتو ما لحسب الرغب انا نحتاج كمية صغيرة وانتو ما دوب له كيلو ديال الماندارين نقي ومحيدي للخيوط اذك الخيوط كلهم ديال ذاك الليمون اللي كان او الماندار اللي كان نقيه يعني ما تبقى في حتى شي حاجة شي خاطة بيضة ايه ولي كيتلق هاداك ولي كيتلق المرورة لينا اه كنقولوا لاش المكيتسكات جاعة صافي كيكون مرك يبقى هاكك صافي كان حاجة ما ديال الماندارين يكون نقي كان حطوه فتنجرة كان نجيبوا واحد لبرتوقالة كبيرة يعني هاداك النافذ كان نجيبوها تكون كبيرة ونحطوها فيه وجميد يعني تجمد لينا ممسا لما ديال تمامين هو كن الم 환불ات ومدرورة ديال فاكر ساني ذا ايه كنت تجمد انا مسكتش الفكر اللي بغاء اليدى يدر تلسل مية الغرام ماش مشكل ايه بخries اهت تنجرة كان احتاجوا هاداك المنظر المنقي وكنحكوا عليها هاداك البرتوقالة وكان حكوا في الحكاكة الغريبة ماش رقيقة وكانضيفوليها ربع ديال ثاني ايتاث وكان ديروها على نار 예ك ما Jak times تبدأت تغلى لنا. كانت لعليها تلقى ذك الكشكوشة عامرة لنا هادا. كان حيدوها. يعني كتكون واحد الكشكوشة صفرة. مهم. إلا كانت بيضة يعني ما تحيدوها. شدك مش هي المرورة. اللي كتكون المرورة هي الصفرة. ايه بخا. طفي كان حيدوها. كي اللي غايش يدك لنا كله غايصفي وعاودي ايردو البوطة. لا. يعني غير هادل طريقة هدي راه ما تيجيش بها مر. صافي وغاضي نحسو بيح ودك طبع الحل ساني دا يا ايه. ايه ساني دا. مهم. اه. صافي كي ما تحيدو ذاك الكشكوشة. صافي من بعد كتخذي وغيري طبشي شوية كتشوفو ذاك المديالو اللي تلقنا كامل ولا نزل لنا. مبقاش بقى نغيشي شوية يعني مبقاش. مبقاش كتير. ايه. بحالة بحالة غاي تجمر لنا كي ما نقول. ايه. هاداك صافي من بعد غادي نتحنو انا. مهم. وخا. نتحنو بلميكسور ولا شي حاس. وصافي وغادي عاوة انا غادي نردوه. وحد جوج دقيق ببضب. التنزرة غير غير بحالة يتشحر لنا بيحسو بيان المبقاش في. صافي غادي نحيدو. لانو الى درتو كتر من دير جوج ديال دقيق غايت تحرق. ايه. وخا. غايت بداية لك المدك الحرقة وغايت ان المدك خايت فضل مردارين. ايه. فهلا. صافي من بعد كنشدو القراعي كنعقموهم طبيعة الحال. نديروهم. نعقموهم عادي. ونا نديرو هادا الى الكون فيتيو غادي. ونشدو عليهم ونقلبو القراعي. يحب ذاك يخرج منا داك اللي هو كامل. ودك ساعة كنت نولوه تسحة وراحة. كيجي زوين بززاف. وكانت من انا كنت تجربو. لانو. صراحة ديال الدرح. فعلا كيجي زوين. ونهائيا تكونش في المرورة. صحة. وحتى الحلاوة كانت تحكموه فيها كتر من تكونش حلو في اضافات. الله اعطيك صحة. تباك الله عليك. انا في الوصفة الديلدئي منك نقصك. نبصة. ايه. وفعلا ورد الواحد كل شيء ايه. خاصة ينقص شوية الحلاوة. تبارك الله عليك. ويحتفظ بالحلاوة الطبيعية ديال الفواكي تبارك الله وديال المكسارات اتمرها الشريحة. الله اعطيك صحة سهيلة للاسف من قشنا الوقت. تسمحي ليه بزاف. اه. اه. دغيد اذ الوقت معك. اه. بارك الله عليك سهيلة. شكرا. شكرا لك بزاف. شكرا لك تنتي بزاف. اختيتنا والله لركي عزيزة وغالية. وفعلا كان ارتاح مني كان دوز في الاداعة ديالكم. وانا ديما اصلا وفي. الحمد لله. لنا الشرف لنا الشرف. برحبا بك سهيلة. تحية الجميع المتتدعين ديال اه ديال ميد راديو. وديال قناتي شف سهيلة. وكن نوجه جوم تحية كبيرة 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 بزاف. وشكرا لك. وان شاء الله مرة اخرى نتملكم هاد الوصفات. اكيد ان شاء الله. وشكرا بزاف. واسلام عليكم. تبارك الله عليك سهيلة ما سخيناش بيك وبالوصفات ديالك. وصباح كمبرك. تبارك الله عليك. وفرصة مقبيرة ان شاء الله عما قريب. ولمزيد من الاقتراحات. من عند المستمعات. سهيلة من رباط. شكرا لك بزاف. وتحية كبيرة لك. ولكل اوفيئنا بالرباط والنواحكة وجولهم تحية كبيرة. غادي نواصلوا دائما فقالات للمولاتي. غادي نتوقفوا مع فاصل. وغادي نرجعوا مباشرة. نتعرفوا في المسابقات اليومية. شكرا للمستمعات المحدودات. غادي مشيوا مباشرة. نتواصلوا مع المستمع المحدودة. اللي ربحت معنا اليوم في المسابقة. واللي هي بنفرحات خيرة من الدربة دقالو. وعليكم السلام ورحمة الله الله يبرك فيك. بارك الله وفيك الحمد لله. الله يبرك فيك وشكرا للتاقم كله. الله يبرك فيك. بالخير ان شاء الله. من قهوة صبح في القرى اذا. الحمد لله. وستفرنا من دكا كثيرة كلهم والأتات ايداء. ومنكم انتم ما يا وكمشي ورح نستفرنا بستفر فوج مكناش نعرفها ولينا نعرفها معكم. الله يخلصكم. الله يجبكم يا ربي امين. الله يقدرنا وشكرا لك بزاف على الوفاء ديالكم من الاختك خيرة بنفرحات. وتبارك الله عليك ومشكورة حتنتي على المشاركة ديالك في المسابقة. ربحتي معنا اليوم منتوجات تنظيف المنزلية مهدت من اكسيت والصور ديالك. راه دازل سحب القرعة. ان شاء الله باش كوني رفقة المستمعات المحضودات الفوز يعني في نهاية هاتشهر بتاقم ديالدهب. حتنتوا مستمعنا مع لكم الى تسرعوا وتشاركوا كيفما شركت بنفرحات خيرة وكل المستمعات اللي تواصلنا معاهم مباشرة افتصال هاتفهم خلال البرنامج مع لكم الا تختاروا المنتوجات ديال اكسيت وتنطفوا بها البيت ديالكم سواء يعني المنتوجات متنوعة اللي تمسحوا بها الارضية او اللي تمسحوا بها يعني الزاج يعني كان انواع كثيرة ديال المنتوجات اللي اختارتوا حاولوا انكم تنطفوا بي ذاك البلاسة وتصوروها وفي الصورة يكون المنتوج ديال اكسيت بالاضافة البلاسة اللي انتم ما انضفتوا مع واحد الوريقة فيها السمية والكنية والمدينة ديالكم باش نتعرفوا عليكم مكتر مباشرة من خلال الصور وهاد الصور هدي تسفتوهم لنا على الرقم جلوات الصاب الخاص بالمسابقات واللي هو 06-57-75 06-57-75 وان شاء الله كل المستمعات تتشارك معنا من خلال هاد الصور واللي اختارت معنا وتواصلنا معها وربحات منتوجات تنظيف المنزلية مهدات من اكسيت فقدوز مباشرة لسح بالقرعة باش تكون من المحدودات للفوز في نهاية هاتشهر بطاقم ديالدهب وكانت منحات سعيد لجميع مستمعات للمولاتي شاركي وربحي كل يوم مع اكسيت اكسيت جانا لكم مستمعين دائما من خلال فقراتنا المتنوعة وغادي يمشيوا مباشرة عند المستمع المحدودة اللي ربحت معنا اليوم واللي غادي تشارك بالاقتراحات اللي بعتت لنا على الرقم ديال واتساب بالنسبة لهذه المسابقة يوميا كنختاروا مستمع اللي كتبعت لنا كتستفت لنا بشهيوات ديالها سواء حلويات ولا شهيوات اللي هما يعني ما الحين على الرقم ديال واتساب اللي هو 06-50-87-55 غير هو الصور اللي كيبعتوا لنا فيهم شهيوات يعني طيبين شهيوات طيبين فيهم قدمهم إما المنتوج يعني في المنتوج ديال إيديال ولا دامتي اللي طيبت به هذيك الوصفة وحنا كنختاروا يوميا المستمعات باش تشارك معنا بالوصفات ديالها وبالإضافة لأنو كتربح منتوجات متنوعة مهدات من دامتي وإيديال معنا العلاوي نعيمة من القناترا ألو؟ ألو؟ ألو سباح الخير نعيمة لبس عليك؟ الله يبرك في كل سناء تبارك الله عليك ليلة نعيمة الله يعطيك صحة شاركتي باقتراحات كيش هيو وتبارك الله بتزين كيف تحشها هيو؟ ألو؟ تبارك الله عليك أنا عيمة العلاوي من قناترا ومرحبا بالمشاركة ديالك اليوم ربحتي معنا منتوجات مهدات من إيديال ودامتي ونتمنى أنك كذلك تشاركي معنا بهذه الاقتراحات وتفيد بهم المستمعات كانت اقتراحات كثيرة تبارك الله بحل دبان كينتاجين ديال الحمبل برقوق المشماشة للطريقة ديالك وعجبني ذاك العصير اللي فيه ماتيشا وكيويك إيه ستبارك الله عليك فشنو تختار المستمعات نختار هذه الاقتراحات أو الاقتراحات يعني شنو تختاري لنا؟ نختار هاد الواجين يلا 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 تفضلي يا نعيمة مرحبا إن العصر ديال الليمون كيلو د الليمون وكيلو د الماندارين كان عصرهم وكان ديرو فيهم شي ثمانية ديال ماتيشا سوغيز دوك الماتيشات صغورين ايه صغورين بالقشرة ديالهم هاك دك وخا نديرو شي تفحة كبيرة اولوجوج صغار ايه وكان ديرو شوية الفرز وشوية تمر وكيوي واحدة ولا جوج سواء ليم توفر مرة تدري مندارين مرة الليمون لك تدريهم بجوج لا بغتي تدري غير مندارين ولا الليمون بغتي تدريهم بجوج مندارين هي نقيوه نقيوه نحيدو لديك القشرة نعصروه واخ نعصروه فهمتك حسب الحلاوة الليمون فعلا يعني الليمون نعيمة ولا الماندارين يعني كيكونوا معصورين معصورين وثمانية الماتيشات صغيرة وقلتنا تفاحة كبيرة ولا جوج تفاحة صغيرة وشوية ديال الفريز وشوية ديال التمر وكيوي واحدة ولا جوج اسمت فاني ايديال ايا والفاني ايا على حسب تنسي ما اللي يبغي ايه 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 ايا ايا ضمسيد البقري. ايه. وكان نديرو سكينجبير وزافران العرق. اه. والبزار. ايه. سافي كان شحروهم وكان ديرو حبة سهيل. ايه. تاقله. ايه. كان لحو مناعة. اه سينين. ايه. سافي كان شحروه. ساكت اه. كتدوب البسلاء. ايه. كان مرق وكان ديرو واحدة رباية تطلق زبر مدنس. ايه. سافي كان سد كوكوت. وكان خليك ساكت. ايه. ساكت يوقفي دامو. كي يجي مل. سعلا. ناخد القرعة. نفورها. القرعة الحمرة. اه. نفورها. ايه. كان اه. اللي كتفور كان مأكها وندير فيها مع القادة الزبدة. ايه. مع القادة الحور. اه. مع القادة سندة. اه. شي 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 مع القادة الزيس. ايه. شوية القرفة. شوية المسكة الحرة. اه. شوية الظهر. وكانت تلقى تلق. تلق. وعد شديتها درتها على شكل. اه. طولي. ايه. قدرت لها لزقفة اللي زوقت بها. ونشماش. اه. تواع السلطة. ايه. شوية الزبدة. شوية ديال العسل الحور. شوية ديال سندة. نعم. تتفعل. نعم. women. نعم. والزناحة هان. من سبه. والبروأةن والزقرة وه الشوية التي كان ل milligrams اللي جد فيها بالطول. لسكر. يغلطا وكان لسكار حرة ويطار. ونخطوات Regelق هو كدة محمدIGN. olé. الله يزusan ان يكون عزان يا تجين. نعم. وكانه لي نعملي وهنا جيد أن kalo انتهاء почبق. يعني القرعة الحمراء من اللي عسلتها بالقرفة ولمشماش معسلتيش بالقرفة لأنه مش مكيجوش مداقات يعني نفس المداقات في نفس ايه لا فعل الله يعطيك صحة تباك الله عليك الله يبرك فيك بارك الله شكرا لك بزاف العلوي نعيمة نورتنا اليوم بالمشاركة كذلك وبهذه الاقتراحات وانتمنى ان شاء الله يعني من خلال الاقتراحات يعني اللي بعتلي بهم كيبان تبارك الله عليك أنك يمتمكنها في مجال ديل طبخ الله يعطيك صحة فأكيد ان شاء الله نسخوا معك الحلقات مقبلة ان شاء الله ونفيدوا المستمعات بهذه الاقتراحات نتمنى انه تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد الاقتراحات من عند المستمعات العلوي نعيمة من قنيترا اللي شركت معنا بهذه الاقتراحات وهذا العصير راكي جيمون نعيش بزاف لأنه في هاد الفواكي به هاد الشكل يعني فواكي في مندارين سواء من عصر الماندارين اولا عصر الليمون هاد ماتيشات تغيز هادو صغيرين كي اللي مثلا ما غادي ديرهم في شلداء وما غاديش يبغوية كلهم خاصة لوليدات فبهذا الطريقة غادي شربوا هاد العصير لأنه كيجي يعني عصير يعني فيه همداقات متنوعة اكزوتيك فانتمنى انكم تجربوه يعني وما غاديش يحتاج بالزاف يعني واخد شوفوا هاد المكونات كل هكين في هاد العصير يعني متلا تمنيد الماتيشات تغيز هادو كيكونوا متوفرين تمنديلهم مع كل منسبة العصير الماندارين اول العصير الليمون يعني كان عصره وغادي ن سيكون عصير قوبية وفرسوه وغادي نعتصر بجيء ارنيwerk ما التي سم هذا وطعفchnitt أن نتساهل كيوية أو الغüg команд اولths Affidies كتنا الرحل الكوية العصير حين يوجه لازل الق做رvelات grossareคوية عصيرLR من عصير الرحل المكونات تنسى مئة وعدد على المbing忍 كذلك اقتراح بالنbeing الموجود والامتابة ال었는데 ، ق dlatego الى هذه العصير Pelح lequel المحاديهم تمند المباشية بسرقائل vienen العصير وال Eat in nogle два هاتفرط juga التوجنات كيكونوا يعني في غالبية يعني من اللي كانوا نكونوا مجموعينها كمع الحباب مع العائلة مع أفراد الأسرة ولم تكون على الضيف تعودنا أنه من بين أكلات التقليدية المعروفة اللي كان ضيفوا بها وأنه كان قدموا طاجين ديال الحم بالمعسلات سواء البرقوخ والمشماج بالبعويد وغيره من المعسلات تبارك الله فبهذا الطريقة حتى هو كيجي مزيان القرعام فورا وكان معكوها يعني وكان نسموها وفي نص الوقت كان ديرها إيمة على شكل كويرات ونفندوها في اللوز إما على شكل صباعات على حسب التزيين اللي بغيتو كيلي كيمشي في طول ديال مثلا صباعات ديال القرعاء حمراء وصباعات ديال البرقوخ كيبقى غادي حتى كيكمل وو المشماج كيحاول أنه يعسله ويحله بحل الفيم ديال وغادي يحله ومن بعد كي يبسطها وكيدير في وسط منها واحدة أخرى ولكن بشكل مايل باش كيجيبها لوريدة ومن بعد كيحطها في الوسط هكا على شكل وريدات المشماج يعني كيعطيه واحد اللون حتى هو زوين تمنى تكون وصلتكم هاد الأفكار ديال المستمعات المستمع نعيم العلوي اللي شركت معنا اليوم من قنيترا وحتى أنتم ومستمعين ما تنسوش لأنكم تشاركوا معنا في المسابقة ففاصل وغادي نرجعوا باش نتكلموا على قانون ديال المسابقة إذن نذكروا بقانون ديال المسابقة واللي طريقة دياله سهلة يكفي أنكم جمعوا الغلافات يعني أي مرة نضفتوا يعني أي مرة طيبتوا بدامتي ولا بإيديال حاولوا أنكم جمعوا هاد الغلافات سواء ديال إيديال ولا دامتي وحاولوا أنكم جمعوهم وتوزعوهم على براوات مختلفين احترموا قانون ديال المسابقة واللي هو في كل برا يكونوا أربعة ديال الغلافات جوج دامتي وجوج إيديال وصفتوهم لنا على الصندوق البريدي نصفتوهم لنا على العنوان ديال ميد غاديو اللي هو إداعة ميد غاديو فادا الزرقتوني 55 طبق الخامس الدربيدة إداعة ميد غاديو فادا الزرقتوني 55 طبق الخامس الدربيدة يمكن لكم إذا كنتوا معنا هنا في الدربيدة غير حاولوا أنكم تديروا البراوات تديروا فيهم الإسم ديالكم ورقم الهاتف وتحترموا قانون ديال المسابقة ما بين هاد الغلافات بربعة في كل جوا ويجيبوهم لنا هنا مباشرة على إداعة ميد غاديو أسبوع قليلة كتفصلنا على الإعلان على شكون المستمعة إن شاء الله اللي غا تكون محدود الفوز مضم ديال دهب فأي مستمعة جمعات هاد الاقتراحات وما زال ما سفتتهمش تحاول أنه تسارعوا تسفتهم باش يكون عندها فرصة كبيرة على إن شاء الله تكون يعني في سحب القرعة وفي الفرز وتفوز إن شاء الله بمضمة ديال دهب كل شهر مهدات من دمتي وإيديال وحاد سعيد لجميع حادقات للمولاتي إذن مستمعنا غاديمشي والاقتراحات اللي غادي نقدم لكم اليوم واللي نوزل عن طلب المستمعة اللي كانت طلبات الرغيفات وكذلك الحلوات ديال التمر والبيسكوي فبالنسبة للرغيفات غادي نقدم لكم اليوم الاقتراح ديال المستمعة سنة أمرايان اللي كانت جالة تحية كبيرة وكنشكرها بزف على هاد الاقتراح فهذا الرغيف كيف مشارحات اللي البارح فعلا كيجوز وينين والطريقة ديالهم صراحا جميعا غادي تسمعوها غادي تعجبكم بزف طريقة مختلفة سوف نأخذو مي وخمس وعشرين جرام زبدة مع نسكيلو طحين فورس مع معلقة صغيرة سكار سانيدة ساشة الفاني وقبيسة الملحة هذو هم المقادر العجين للهدر غايف مي وخمس وعشرين جرام زبدة رتبة واخد درجة الحرارة المطبخ نسكيلو طحين فورس من النوع الجيد مغرب المزيان معلقة صغيرة سانيدة ساشة واحد ديال فاني وقبيسة الملحة شعر بعضنا المقادرين مع بعضهم كان نرملوهم يعني كن بسبسهم زيان يعني كن نرملوه بزف طحين فورس في معلقة صغيرة سانيدة في كيس واحد وقبيسة الملح بعد ذلك نجمعو هذو مقادر وكان بسبسهم يعني كان نرملوهم زيان بهذه السبدة عادي كساعة من الليل كتونها نجمعوهم بالمدافي المدافي ما كان شخص مكترها بزف طباقrences المترجم للحزير المترجم للأجينة أسماء الجرس والدخول المترجم للعجينة ونبسطها على دائرة كويرات يساعوا ونبسطها ونبسطها ومباشرة نأخذ المقلة ونصخنها جيدا ونحصل على الرغيفة ونطيبها كاملة ونشفها وعلى جهتين ونحصل على رأسها ونحصل على المقلة ونطيبها ونطيبها على نصف ونطيبها على الجهة ونطيبها ونطيبها ملح ونطيبها نأخذ هذه الكويرة ونورقها بالزيت ونورقها بالزيت ونبسطها نوسع هذه الكويرة حتى تولي دائرة كبيرة ونبقى غاديم نوسعها مزيان ونورد دائرة كبيرة نأخذها مقلة سخونة ونضرها فوق المقلة حتى تبقى عجينة ونرى هذه العجينة على جهتين ساحاة تنقى عجينة لان تنقى عجينة ستصقف فضروري نقوم بها ونطيبها غير نرى العجينة ونظررها ونظرها لم تكن عجينة ونظرها مزيانة ونقوم بها مزيانة نحن نقوم بها على نصف هذه الرغيفة المدورة كانت نيوها على النص وكادت نصف دائرة ومن بعد هدئك نصف دائرة كان عودوا نتنيوها على النص فكادت نجينا على شكل متلات كنبقى وغادي نتلص طريقة نورقوها بالزيت نقرسوها على شكل دائرة نشوفوها حتى تنشوف وما تبقاش عجينا من بعد نتنيوها على النص وهاديك النص ندروه على نص الأخر فكادت نقفن ندوره في الأول من بعد مني كنت نيوها على النص كتولي نصف دائرة كتولي نصف دائرة من بعد كنت نيوها على الجهة المقابلة لها فكتولي على شكل أرغفة على شكل المثلت كنبقوا غدين حتى كنكملوا بنفس الطريقة وديك الساعة لكم الاختيار إما نخليهم حتى كيبردوا ونديروا في واحد البواطة بسلوفان قادوهم وندخلوهم المجمد فكرة كيفما كتدير فعلا سنة أمريان كدولك يعني إلا جا عندي شيحدة على غفلة أولاد دياف أولاد شهيد مثلا أنني نجبد منهم فكنا نجبد واحدة ولا جوج ولا ثمانية ولا عشرة فممكن فوق ما يكون عندكم شي وقيتا حاولوا تديروا كيمية يا أصلا قاتل يا هاد الكيمية بهذا العبارة كيتخرج كيمية معقولة فما بالك إلا تمكنتوا من الطريقة وعجبتكم ودرتوا كيمية كبيرة وديك الساعة كان عرفوا لأنه بعد نوبات كيجينا شي حدي على غفلة وحنا وجهنا كيغلبنا وكان بغيوا بزاف الحويجات تبارك الله لأنه كان بغيوا نضيفوا الناس معروفين يعني كل واحد بدك شي اللي سخالة ففرصة لأنه بحالة الاقتراحات نديروهم في المجمد في الكنجيلاتير ودك الساعة كل مرة نجبدو منهم سواء تشهينة ومحناية مع أفراد الأسرة أو لجعنا شي حدي على غفلة باش نعطي وقته في الهدراء ودك شي فكان بغيو شي حويجات سهلين ضغيان عمرقاتين ضغيان عمرقوا ونن ننزلوا شي حاجة لي هي سهلة بحال بغير اللي كي يوجد غياء أو لغيره فبهالطريقة بحال هذه الرغيفات يعني ملين نشوفوا ملعجينة ونطنيوهم على شكل الموثلات ديك الساعة نخليم تيبردو ونضيروهم في المجمد في البوطات ونبقوا نشبدو منهم ديك الساعة هي الطريقة اللي اللي قلت وأنه اللي كتبغي تحتافظ بهم في المجمد كتدير هالطريقة وكتخليهم فقم ما كتبغيهم كتخرج الكيمية اللي بغايت ومباشرة كتاخد زيت سخونة كتخل المقلة فيها وكتخليهم وكتبغي تهزب حي كيف كان ديرو فشفنج كتبغي تهزب المعالق على هذا الزيت سخونة وكتدرهم فوق هذا فوق رغايف كتبغي تبغي 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 تحمرو لي نمزيان يعني تتقلو لي نمزيان وذلك الساعة نصفوهم جيد من الزيت يعني تغطروا من الزيت وإما نزلوهم في العسل إما نطفوهم في العسل اللي ما يبغيوش الحلاوة كثير ممكن إما بغاش يطفهم في العسل يعني مباشرة كيكون موجود العسل وكيدهن الوجه ديالهم هكا بالعسل وكنرشو سواء باللوز كونكاسي والمحمر او لكوكا ومحمر ومهرمش او لا يعني الكوك محمر او للكوك العادي على حسب الرغبة ممكن دولو البيستاش تاوك يعطي الوينزوين اللي عندو البيستاش في الدار هكا يصهدو شوية ممكن قرقع مهرمش على حسب الرغبة ديالكم على حسب الاقتراح اللي بغيتو او لغيز زنجلان محمر على حسب فهذه الطريقة كيجي سهلة بزاف وما كيجمعوا اما اللي ما بغاش مثلا نحتافظ بهم راه مباشرة يعني من اللي ينشوف العجينة ويديرها على شكل المثلات ويكملهم كاملين يكساعة مباشرة كتقليوهم في زيت سخونة كتبدو تهزو بالمعلقة الفوق في الوجه ديالها وعاديك الساعة كتدهنوهم اما بالعسل او لكتفيهم في العسل وكترشو بالمكسرات اللي متوفر عندكم اما اللي بغيتو الطيبو تنشفو هاد العجينة ما تبقاش عجينة هاد المثلاتات يعني هاد الرغيفات وذيك ساعة خليو حتي بردو دخلوهم من كونجلاتة وفق ما تبغيوهم خرجوا الكيمية اللي بغيتو وعادي قليوها وعادي عسلوها انتمنى تكون وصلتكم الفكرة وتحيتنا لسانة اوزقي من مراكش ام ريان كان وجلاتة تحية كبيرة وكنشكرها بزاف على هاد الاقتراح بالنسبة الاقتراح ديال الاقتراح الثاني واللي هو شكولاتة للدهن ديال المستمعاء فاطمة الشافعي لي كونجلاتة تحية كبيرة وكنشكرها بزاف لينيت فكرة المستمعات بهذا الاقتراح ديال البطاطة الحلوة درتو ودخلتو في شكولاتة للدهن فكيف قلت قبيلة كان عرفوا الولدات ما كيحتاش اننا نطلبوهم باش هيكلوا شكولاتة للدهن فعلاش لما ندخلوش في البطاطة الحلوة ويستفدو من الفوائد والقيمة الغدائية العالية لكينا في البطاطة الحلوة فغادي ناخدو نسكيلو ديال البطاطة الحلوة اللي تكون مفورة غادي نغسلوها مزيان ننقيوها ونفوروها في الكسكاس نسكيلو ديال البطاطة الحلوة مفورة قبل قبل 125 جرام ديال الشوكولات هنا 125 جرام ديال الشوكولات هنو ناختارو دائما شوكولات باش تبقى دائما ناختارو شوكولات لنيسبة الكاكاوا كي تكون في طلعة هراء كيتباعوا وخدتمن ديالو كان بزاف المركات كان أتملات ديالهم يعني متوسطة ولكن كنكون نخدين نسبة عالية ديال الكاكاوا وكي تكون في كمية كثيرة يعني كيكون تروفة أكبر كيكونو مزيانين اللي غادي نستعملوهم بزاف ديالستعمال فقلنا نسكيلو ديال بتطال حلوة مفورة من قبل 125 جرام ديال الشوكولات يعني اللي فيه نسبة عالية ديال كاكاو ضروري انه يكون يعني نسبة عالية ديال كاكاو علش باش دكشورات الدهن كيجينا بنين كيجينا لديد وغادي نراها كتكون كتوبة فيه مثلا كتكون مثلا الانواع ديال الشوكولات كتكون فيه 70 في المية ديال كاكاو او 40 في المية او 80 في المية على حسب الرغبة ديالكم على حسب القدرة ديالكم فقلنا 125 جرام ديال الشوكولات اللي فيه نسبة عالية من الكاكاو وغادي نختار وكذلك ساشي واحد ديال كاكاو وكاس ديال حليب هدو ما المقادر فاعقله شوكولات الدهن بالبطاطة الحلوة ذاكي الساكيل البطاطة الحلى ومفورة من قبل مع الشوكولات مع الكاكاو وكنغليوهم يعني وكيدوب لنا ذاك الشوكولات ها ديك الساعة كان ناخدو الكاس دي الخلاط الكهربائي كان ديروه في ذاك البطاطا الحلوة اللي فورنا من قبل ونشفيت مزيان كان ديروها في الخلاط الكهربائي مع هاد الخاليط اللي دوبنا وكنتحنو كل شي وكنحصلو على الشوكولات للدهن اللي ممكن انكم تخليو كيف ما هو ممكن انكم ديرو هذا البندق هكا محمر او لاللوز محمر او لأي اضافة اخرى ممكن انكم تخليوه بهذا الشكل ومن الاحسن انه كنا عنا ذاك الشوكولات للدهن اللي يتبع في القراعي يعني باقيه فحاولوا انكم هادك القرعه ديرو فيها هاد الشوكولات للدهن باش الوليدات يتقبلوه الوليدات يعجبهم وما يردوش لي نهائيا البال يعني يبال لهم بحل الشوكولات اللي يتبع لبرا فانتمنى تكون وصلتكم هاد الفكرة ديك ساعة ما اللي تجربو الماداق ديالو فينان كيف ما قالت فالله فاطمة رغض يعجبكم بزاف ودك ساعة صاوبو ودوبلو المقادير يعني ممكن تضعفو المقادير على حسب هادو كتكونوا استفتوم ومتطرة حلوة ما تفور يعني ما تتسلقوهاش ضروري انكم تفوروها باش ما يكونش فيها نهائي الما كتفور بالنسبة للأخي اللي تلبطوا المستمعه واللي هي حلوه ديال بيسكوو اللي كانت قدمت قبل هادو حلوه برده ما كتطيبش الفران وطريقة دياله سهله كان طيبوها مثلا غفط نجره ولا في الكوكوت اختارنا الكوكوت عليش لانه تحت ديال الكوكوت يكون تقيل وما كيحركش لنا هاد الحلوه سنأخذ بالنسبة للمقادير اقلال زلافة ديال القرقاح وزلافة ديال التمر مع السلم قطع طريفة صغار وجوج باكيات ديال البيسكو والحمر والخضر وخمسة ديال زبدة ساشي ديال الفاني او لادك الفاني ديال الزهر وبيضة واحدة بلدية هادو هم المقادير وبالنسبة للطريقة سنأخذ الكوكوت على عفيا مهيلة سنضع فيها خمسة ديال الزبدة سوف تبدأ الدوبلينا في كوكوت على عفيا مهيلة الكوكوت كيف قلت ذاك المرة التغسل مزيان وماذا تغسل كوكوت راك نطيبه فيها الماكلة فالتغسل مزيان وكيف نتفاده راحة الماكلة فيها نمسحوها بالزهر ونخليه نشوفه عاد ذاك الساعة عاد نطيبه فيها الحلوة فقلنا في الكوكوت على عفيا مهيلة سوف ندره خمسة مع القبار الزبدة ونجعله حتى كوكوت دوبلينا مزيان ونجعله حتى تحرق سوف تبدأ الدوبلينا كنرميو عليه هادو جوش باكية البيسكويت اللي مقطعين بطريقة عشوائية يعني ذاك البيسكويت الحمر وخضره جباكية منه كنحاولو اننا نقطعوها بطريقة عشوائية غير بيدينا كنكسروها كطريفات ونضيرو على ذاك الزبدة كنزيدو زلافة ديال القرقاع حتى هي مقطع بطريقة عشوائية كطريفات وكنمدون نحركو بالمعلقة ديال الخشب كنخلطو هاداك القرقاع مع البيسكويت على ذاك الزبدة حتى كنشوفو ذاك الزبدة فزقات لينة ذاك القرقاع وفزقات لينة ذاك البيسكويت من بعد كنزيدو زلافة ديال التمر التمر حي دولي العظم دياله ونقطعو تهو الطريفات ومن الأحسن نختاروه التمر مع السل باش ما نديروش نهائيا ساندة مالا اختاريتو التمر العادي اللي تكون ناشف من الحلاوة ديالو ديالك الساعة ممكن انكم تزيدوه الحلاوة على حسب الدوق مع القاجوش 3 على حسب كنخلطو ذاك الزبدة على ذاك البيسكويت على ذاك القرقاع على ذاك التمر على ذاك الساشد الفاني او الساشد الفاني ديال الزهر كنخلطو كنخلطو على عافية مهيلة حتى كنشوفو ذاك التمر مع السل يعني بحل بدك ينزل كنخلط مع هاد المقادير وكنشوفوه ولا رطب بزاف يعني رطب ولا مع الجن فكي يوالي ساهل كنخلطو هاد المقادير مع بعديتهم وخارج النار يعني كان نحظوه الكوكوت شوية وكان ناخدوه بيضه وحده بلدية و نرميها على هذا الخليط و نحركه بالمعال قد يلخشب بطريقة سريعة و نخلطه و هذه البيضة تغلف على هذا الخليط و نرجعها فوق العافية و نخلطها و نجدها بطريقة سريعة لكي لا تكور لنا فدائما الكوكوت قلنا من الذين بغيروا نزيدوا ذاك البيضة نحزوها شوية من فوق العافية و نحيدوا من العافية نرميوا ذاك البيضة من الأحسن بيضة بلدية و نحيدوا من الكوكوت من العافية و نضعوا بيضة واحدة و نضعوا بيضة واحدة و نضعوا بيضة واحدة كافية و نضعوا بطريقة سريعة حتى نرى البيضة تغلفت بهذا الخليط سوف نرجعها للعافية واحد دقيقة و نتطيب لنا لانه خلطناها مزيان قبل ما نضعوا العافية سوف نحكموا فيها كثير سوف نضعوا مباشرة كن ناخدوا إما اللطة المربعة أو المتلتين للقلب الترطة أو لأي مول اختارينا أو لها دوك اللي تختلات الصغيرين دوك القواليب ديالهم و ناخدوهم ندهنوهم و نحاولونا نديرو هذا الخليط نبسطوه إما في المول كبير أو لفرديين صغيرين و نبسطوهم و يأخدو ذلك الشكل المولي درنافيد و القواليب و ندخلوهم للتلاجة من اللي كان ندخلوهم للتلاجة نخليهم حتى يبردوا و ذلك الساعة نخرجوهم و نحيدوهم من القواليب فتجي اللي يعد هذا الحلوة يبدأ يعدك القرماشات ديال القرقام مع التمر مع داك البيسكويت كتجي اللي دو فيها التمر ممكن تعطوها لوليدات يديوه معهم مدراسة يكتفي وغيب ذلك الحلاوة ديال التمر و ممكن أن يدخلو خطوط من الفوق ديال الشوكولات البيض بالسرنغ أو لا خطوط ديال الشوكولات الكحل نتمنى المستمع علي تلبات رغيفات و تلبات الحلوة ديال البيسكويت تكون في السماع و تسجلهم و فرصة أن المستمعات هما يسجلوا معنا هاد المقادر هاد يكتفيو هاد القدر من هاد الاقتراحات و الشيوات و هاد يمشيو مباشرة بعد الفاصل رفقة خبيرة الشعر و التجميل حرية شوية نتلو شوية في الجمال ديالنا و نعتنيو بالبشرة ديالنا مرحبا بتساؤلتكم على صفر خمسة 228 0060 61 62 الفرحة جاية و المشارة هاية هدايا رائعة و قي توصلنا المباشر معكم مستمعي نمزة مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة و بحضور خبيرة شعر و التجميل حرية شويخ أهنا بك للحرية صباح النور سناء صباح الخير لبس عليك الحمد لله كديرا الله يبارك فيك مرحبا بك دائما كتنورينا من خلال من ثلاثة ثلاثة الحمد لله نتمنى و نكونوا عندنا حسن الضرم الله تكفحاتك بارك الله و فيك الحمد لله راو كيثالي برنامج و كتوقعتها سؤولت ديال المستمعات اللي كان حاولوا اننا نصقوا معاك و باش نجاوبوا عليها و شكرا لك بزاف على كل المجهودات اللي كتقومي بها تحية لي كل طاقم برنامج و كل مستمعين المستمعات ديال الميد غاديو داخل الوطن و خارج الوطن بارك الله اللي حد قد ديالنا جيتي مع البتطالة حلوة ياك تبعتينا شكولات للدهن بالبتطالة حلوة لأنه عزيليك الخدر و فوكين دخلهم طريقة لي صحيحة هذه من بين الخدر اللي ممكننا نعطيها لأطفال ديالنا البتطالة حلوة معاونيك تكون حلوة معدك الشكولات عزيليهم و خاصة مع الكو لكانت في نسبات لكاكاو طالعة فتحية كيف قلتي لكل مستمعات تبارك الله على حدقة ديالهم و لكل ما يقدمون لنا اليوم غادي نكمل دائما في موضوعنا حول عيني بالبشرة هاد الأسابيع لي فات كنت تكلمنا على البشرة الدهنية فاليوم غادي نتكلمو على العموم باش كل سيدة تعرف كيفاش تتعامل مع البشرة دياله و كيفاش تعتني بالبشرة ديالها خلال هاد الفصل اللي هو فصل الشتاء و فصل ديالبرد بالفعل سنا اذكرتي اذكرنا البتطالة الحلوة وخاصة عنده باكينة في هذا الفصل هذا اي بشرة اي نوع ديال البشرة عندنا ممكننا نديرها كقناع مناسبة جميعا على البشرة وخاصة بعض المرات تصلت بيه السيدة البارح وقدرت واحد القناع ما اعلم ما فيه شافته تصلت بيه قتلك الوشرة دياله بحيلة حمارت وكتك لابت زفصة فيه بحيلة تعرضت لواحد النوع ديال الحورق مهم كانت تواصل بيني وبينها كانت تدير واحد الكريمة ديال الحرق انا وقفة ما تديرت حاجة اعطيت البتطالة الحلوة درتها في ربع ساعه قتلي بحيلة كنت نكذب قتلك القناع اللي كانت ديرت شنو المكونات دياله درت فيه واحد قتلي المكونات دياله درت فيه الناشا ودرت فيه واحد الكينات اللي كيتبعه في الصيدرية دياله فيتامين درت منه درت واحد يعني درت مواد كيموية ومواد طبيعية ومواد كيموية وقع الاختيلات وقع واحد تفاعل صعيب شوي على البشرة وكان نصح سيدة انو ما يديروش مثل هاد القناعة هدي وخاصة ما نسمعناها نطبخوها فعلا قدت مشي معروضة عند عراضة هنا الواحد يتجنب ان لي كن عندك شي مناسبة ولا شي عرضة تجنب اي قناع اعطتلك شي وحدة اللي معمرك ما درت على البشرة ديالك فعلا اسمحي لي حوريا نيت فعلا مؤخرا وليت كنت نشوفها في الانترنت في مواقع هكا في الجروبات ديال السيدات لي وصفات كيف قلتي لك تكون مثلا طبيعية حدما مثلا الخرقوم البلدية احنا عارف الفوائد دياله مثلا يتخلط مع الزيت البلدية من هكا كيتحلم زيان وكيتداف يعني الدواء مع مواد اللي هي طبيعية لا هذا خالط لان احنا مني كان نبغيو احنا نخليه في مواد طبيعية والبشرة ديالك سترسح و احنا كل ما بقينا في طبيعي كل ما بقينا في تغذيات طبيعية الاو كان نحصله واحد البشرة اللون دياله جميل وحتى خالية من الشوائب بالنسبة للكينات الفوار ديال الفيتامين اللي كيتبع السيدرية مال الاحسن تجنبوه مع البشرة ديالنا مال الاحسن وخاصة واحد نوع ديال البشرة البشرة هي البشرة الحساسة حيث الاقنعة تختلف والبشرة تختلف من الشخص للشخص وهنا دايما السيدة تحتاط بالنسبة للبشرة ديالنا احنا بشتبقى لنا البشرة ديالنا جميلة دائما وكان صاحبها سواء البشرة الدهنية ولا الجافة ولا العادية يكون واحد تنظيف يومي والغسل يكون يعني منتظم في النهار وخاص تكون بشرة دهنيا نغسلوه اغيج مرات ومنكترش في السابون ولا البشرة الجافة منكترش في السابون يعني نغسلوه وننظفوه دائما بمحالي الطبيعيه وششعر كذلك يعني غالبا النساء كتبغي تغسل بوحد الشامبون اللي ما يلا بان في السوق قاتلك مربع لا غلط الشامبون الاطفال را كافي بجنغسلوه غير هو بالنسبة للشامبون الاطفال كتكون في واحدة نسبة ديال الدهن مرتفعة احنا كنهرسوه ديك المكوين الطبيعي اللي كنزيدوه يعني الزعتر المعدنوس الماديا اللفت الماديا الخيزو هدو كلهم كتكون كإضافات على الشامبون كنغسلوه بها لوجه ديالنا بالنسبة للنظيف ديال البشراء نحن البشراء ديالنا كنعرفوا هدو كتتتعرض لبعض العوامل الخارجية اللي كتكون كتتب بلا في السد الماسم لأن البشراء كتتنفس وفي الليل غالبا النساء كيسمعوا بعض مع بعضياتهم هدو كريمة كتبيض هدو كتتبيض كتاخده بوحد ثمن باهد في واحد مكان غير معروف يعني ماشي إلا وقعت لاشي حاجة غا تلتجأ لهم يعني كتاخده من السوق ولمشي مكان ماشي ووهدك كتدير ذيك الكريمة هذه ناصيحة لنوصلها لعيالات والفتيات أنها كتبيض كتديرها وكتبيض تعليل وجه ديالها بدون ما تنظف لوجه ديالها يجب أن يعرفوا لنا الفتيات والنساء وحتى الرجال أن البشراء ديالنا في الليل أكد تجدد الخلايا ديالها ويجب أن تنفس والخالية يجب أن يصل للدم لأن يملكة تسد ذيك الماسم ذيك الكريمة فيها مواد كيموية وذيك المواد الكيموية قدار يكون عندك ما عندكش فيها نقص عندك فيها الإفراط خصك تتقلص منها يعني خصنا واحد المكوين فيه واحد المعدن اللي كي قدنا المعادن ديالنا في البشراء ديالنا مش ميكونش إفراط وميكونش تفريط دائما البشراء ديالنا نخليها ترتاح في الليل بغينا ندهنوها بشي مكوين من الأحسن يكون طبيعي بغينا نخليه البشراء ديالنا ترتاح نتعشاوا بواحد الشربة والحاساء طبيعي شنوفة كنت البشراء دهنية كنديرو اللفت كنديرو اللوبيا الخضراء كنديرو الشوفان دائما كندخلوا معه واحد الأنوع ديال الخضار وكنتعشو بهه بالليل والإضافات اللي كنديرو كنديرو الزعتار وكنديرو قصبور حبوب على لفقصبور حبوب؟ القصبور حبوب كيسهلنا الدورة الدموية لأن فيه واحد النسبة ديال الحديد بالنسبة للزعتار عشباء حافي يعني عشباء اللي كنحفظو بها بزاف ديال الحويجات وعشباء كنتنولوها بدون تخوف لأن الزعتار جدودنا كانوا كيديرو في الشعار كيديرو في لوجه كيغسلوا بها كمحلول لوجه لأنه كيقد الدهن ما كيخليش ديالإفرازات بحدة عنا الزعتار والقصبور حبوب مليحة هما والمعدنوس هذي يكونوا أساسيين في أي حاساء أو أي شربة ديرناها بالنسبة ديالإفرازات الدهنية اللي قدرنا عليها في أسبوع الماضي وجدتني تساؤلت كثيرا باش نحد من ديالإفرازات اللي كتكون أولا التغذية السليمة وما نعرضوش البشرة ديالنا للخطار شن هو الخطار؟ لأنه مجرمي كيبانو ديال الخارجات على الوجه ديالنا عمرين بدك الدهون ديال الدهون خصنا حتاته أولا كنرطبوهم إحنا بمواد طبيعية باش كنرطبوهم بحركات عليهم بحركات دائرية وما كنهرسوهمش كنرطبوهم باش ديك الدهون كهديك اللي دهون كنرطبوها وكتقدر تخرج بسهولة بلا عنف بلا منعنفوها بلا ملتج والمراكز تجميل لأنه سبع حوام الله كان بعد المراكز ديالك تجميل أنه مجرد ما كتبشي عنده ساونك يقول لا سافيغان ديالك واحد لغسل لوجه ديالك يبقى يخويف داك داك الخارجات وهذا هو الغلط لأنه أي حاجة بنت لك على الوجه ديالك غير عادية فيها أوجاع دائما تلتاج عن الطبيب المختص لك يعرف المشيء الميدان اللي كيعرف المشكيل داك الدهون منين هي واللي كيعرف الجفاف منين هو ماشي أي خابر يقدر يعالج لك البشرة وهذا الشعار كانت طالق منه نفسي الخابر ما كيعالج البشرة الخابير كيدل لك لمسة أخيرة على البشرة ديالك يعني كماكياج كقناع طبيعي ليقدر ييفيدك أما باش يداويك هذا ما كانش يعني تكرتي بحال ذا بطاطة حلوات تكرتي الليفت وغيره من هاد المكونات اللي هما طبيعيين اللي عندهم محتاج درار على البشرة ولي ممكن كل السيدات يستفدوا منهم كل أنواع البشرة بدل ما أنهم يخلطوا لمواد طبيعية مع المواد المصنعة وكيوليف مضاعفات اللي يعني اللي كيخسروا فيها لماديا ولا يحتمعنا ويمكن عرفوا لأن المرأة يعني الوجه ديالها أو البشرة ديالها مليك يكون في بعض المشاكل ركتكون النفسيات ديالها مخلقة فما بالك مليك تكون شي حاجة لي يقدرت بيديها غير هو بحال ذا بمثلا اللفت مثلا الأنواع دياله وله اللفت البيض اللي كان يستعملوا في الغالي بالوصفة الطبيعية واللي حتى أنت يعطيتي حتى وصفة الوليدة الصغيرة رمزة العقلية من بداية البرنامج اللي بحال السيرو ديال الأطفال اللي هو فعال جدا اللي تبارك الله بزاف الأمهات اللي غايكو يجي لوقت البرد يعني كيعطيه كموضاد حيوي يعني طبيعي جدا هو تكون بحال شوية حار بحاله بحال الفجل بالنسبة لهذاك اللي حكينا مثلا وهذاك المدياله المدياله واش ميهيش لنا البشرة ولا خاش شي إضافات مثلا عليه بالنسبة للبشرة الحساسة هذا سؤال مهم لأن البشرة الحساسة كانت جنبه كل ما هو حار كل ما هو يعني سخون بزاف كنعرفوه هنا اللفت كانعرفو فيها ذاك الحرارة احنا كانت تاجئوه كانغليوها شوية في الماء وذاك الإضافات اللي كانضيفوه إما كانضيفوه معها الورد البلدي ولا كانضيفوه معها البابونج أي مكون من البشرة الحساسة إلا بغيتي تديري لللفت وتستفدي من المكونية ديال اللفت غتأخذي لفتة وحدة طيبها في الماء تحنيها تقولي بحال كومبوت يعني بحال وحد الخلطة بحال كريمة والإضافة اللي كتضيفي سيداتي كتديري مع القادة العسل تكون العسل ديال زعتر وكتديري معها إما مع القادة البابونج ولا مع القادة الورد البلدي هذا قناع فعال وكي يحدم جميع المشاكل اللي تقدر تتعرض للبشرة ديالك إحنا الإضافة اللي كندورها على الإقناعة الطبيعية وخاصة بليك تكون البشرة حساسة نديره دائما الإضافات هو البابونج والورد البلدي البابونج ملي كنديرو هنا آذك القناع ديال الورد البلدي مثال والبابونج مع الفت ولا مع الجزار يكون عناه واحد المحلول موجداً في اللاجة محلول المغني كنقول أنا علاج يومي للبشرة ديالنا وبدون تخوف يعني كنديرو البابونج نديرو الورد في أن القرية عادية لاززل يكون معقمة انكبعوا عليها الكسب الماطيب من اللي كنديرو هاد القيناع ونغسلوه كنرشو بهاد البخاخ اللي كيكون بارد سد المسام والحد من الافرازات الدهنية والبشرة الحساسة الحد من الحميرار الحد من ذاك الحكال اللي كتقدر تبال لك فوجائية على بعض القيناع هذه كلها وصفات طبيعية اللي ما عندها تشي تأثير بالنسبة للعيالات اللي كيدروا اقنع تغسل القيناع بحال يوقع السيدة البارح هلقات البشرة ديالا فيها الحميرار فيها المكتكلة وهي عند عراضة ولا عند عرس سيدتي نكا قولك جيبي لك انت عكد البطاطة الحلوة ويمكنك تخليها في المجمد البطاطة الحلوة تغسلها مزيان تخليها بالقشرة ديالا قطعها الطريفات ودريها في الأكياس البلاستيكية طيبية تكون في المجمد وكل ما نحتاجه ويقع لنا مشكل اناخدوا واحد طريف ونحكوه ونضي الإضافات كنديرو معها مع القادية العسر الحر ونديروها كقناع الحد من الحمرار والحكا وبعض المرات الحروقات لي كتكون ناجع لبعض الكريمات لي كان الدراء على البشرة ديالك بالنسبة للبطاطة الحلوة اللي ذكرناها بالنسبة لقناع اللي مكننا نديرو البطاطة الحلوة كنحكوه البطاطة الحلوة كنخليوها ذاك الناشا ديالا اللي كيهبط لتسحت كنخليو ذاك الناشا وكنضيفه معه الحليب بلدي انا كان صاحب الحليب البلدي. يعني الحليب ديال المعيز ولي ديال لما كانش يمكنك ديال اللبن البلدي معها. و معلقة ديال العسل. هذا قنعة رائع لحد من جفف ديال البشرة. وكذلك الحميرة ديال البشرة وضد التجاعد. كذلك البتطه الحلوة باش نستعملوها كعصير. وزبيب رائع الاطفال. ورائع الناس اللي كيعاني ومدليك الصفيرار ديال البشرة. كاوجد لون مشاهب ندا best Bedanker بدهم في أن ديره ربع perpet وكنديره ناصة في زبيب الأسود كن طيبوهم في طرق الماء ونطحنهم خل Ponضيف مع المعايق أدية النافع موكند القطور الملكون تعطيه أدوه القوة определى يشربوه تعطيه هناك cual الدنية والدم يطفق الخد الو向刀 البشراء بالنسبة كذلك للبنتظار الحلوة. اللي كنت انا غنعطي فيها اقنعة. يمكنك تاخد البطاتة الحلوة تحكيها. مهم. وضيف معها البطاتة قصبية. يعني واحدة بطاتة قصبية. وبطاتة الحلوة. والمدية الخيار. نخلطو هاد المكونات بالمدية الخيار. وكنضيفو معلقة ديال زيت ارغان ولا زيت العود. هادا قناع ضد التجاعد ورائع للبشرة. وكي ديرنا واحد تقشير طبيعي. لان نحن مني كنقولو تقشير طبيعي للبشرة. مني كنحطوه المكونات اللي كترطب البشرة. وكتحل المسام ديال البشرة ديالنا. را كتنفس. وذلك الافرازات اللي كتكون كتخرج. وحتى ذلك الدوهن اللي كتكون محقونة. اللي ما كتخليش الدم يوصل. را كننفسوها. وكتخلي البشرة كتهوى. وكتنفس بطريقة طبيعية. وكتستفد من مكونات طبيعية. هادا هي النسائح. فعلا. وخاصة من سبيل السيدات. بحضة مثلا. اللي مثلا سواء وصفة طبيعية. او كيف ما اتذكرتي الشامبونات. اللي مثلا كتختار واحد الشامبوان. يوم مصنع. وكترتاح في مثلا كدولك لا رجالية مع شعري. وكتبقى تدوموا لسنوات اللي هي طويلة. يعني ما وحنا كنعرفوا لانه مثلا لا البشرة ولا الشعر ولا اي حاجة. ما خاصناش نعطيوها شي حاجة اللي فائد ما. يعني اللي تولي واحد الوصفة او لا واحد الكريم. اللي نديروا للسنوات. وما تيقول لك غي شهرين تلت شهر. ما تفوتهاش. فما بالك يطولوا السيدات للسنوات طويلة. كدوك انا هاد الوصفة او لهاد الكريم او لهاد الشامبوان. مشا لي مع يعني مع مع الشعر ديالي او مع البشرة ديالي. وكنديرو كلي عامين تلتسين كلي ربع سنين كلي عشر سنين. لا ده هو الخطأ. علاش. لان احنا مليك نعطيوه واحد لما وداك ما وهي البشرة ديالنا. ووافقتنا هي غات وفقك. تبقى تستعملوا واحد مدة ديالتسين او ربع سنين كي ولي ادمن كتبولي البشرة الى ما دير ثلاثة ديالك المكون. ما تعتكش نتيجة. ولكن لغي يجي واحد الوقت يعني مع التقدم في العمر. مع ان قيطة يعني العادة الشهرية. كتوصل كي وقع مشكل في الهرمونات وخاصة الهرمون ديال الاستروجين. يعني البشرة من الجفاف. وانتي كتكون ديرا واحد الكريمة ولا واحد الشامبوان ديالجافة البشرة يك. من نضير تلك المكون اسمعوه للنساء الله يجاز اكم بخير باش تتخدو الفكرة يعني كتدير تلك الكريمة. تكون ديرها من اجل الدهن ديال الشعر ولا البشرة ديال ديالبشرة. انت من كتدير ديال ديال مكون لحد الدهن. اره مني كتدير ديال ديال مكوين مع التقدم في العمر ونقطاع الطامات. يعني مني كي يكون ديال هرمون ديال الاستروجين. انا واحد نسبة ديال الدهن انتي كتنش فيها ديال مكوين. خاصة اللي كيبيتوه سيداتي يكافاك من المواد اللي هي مغرية واللي كان اخدوها بوحدة من باهد وكتكون على الصحة ديالنا ماشي هي هذه. لتجعل المواد الطبيعية احسن بغيتي عندك البشرة الدهنية وانتي ما زال فراعي عن الشباب ديالك. لتجعل اختصاصي ديال الجلد. حدد. ديري واحد تحليل شامل على الجسم ديالك. قلبي لغدة الدهنية ديالك. واش فيها افراط ولا تفريط. قلبي الفيتامين واش عندك الكافي في الجسم ديالك. ديري الفقر الدولي. مواش عندك فقط دم ولا ما عندك. هاد المسائم الليك تتيقني من سلامة الجسم ديالك. يكفيك انك تدخل للمطبخ. اي يقينة درته من الخضار. العسل الحر. زيت العود. تشرب الماء. راحة البال. ثوات سرها. من بين حوائيج. اهم حاجة لك. على الجمال ديالنا. لكي ينعاكس سيلبا على البشرة ديالنا. فعلا. نحن نشوف مثلا العريثات من اللي كيكونوا كيوجدوه مع اقتراب مثلا هالأيام ديال العرث. دائما يعني كيلي كي تسترسك. كي الوجه ديالو كي يكون له حبوب. غير بالسترس العليمات. بالتوتر. بليج بتي هادا. جاني وحسو البراح. العريسات اللي عندها عارس وخيف. وخال الام ديالا خيف عليها من ذلك التوتر. بتطلح له زبيب والقرقع. دير هاد العاصر هادا الدوم عليها. را ما كيبقاش عند هاد المشكل. كتنعز مزيان. وخاصة مني كتدير واحد المحلول ديال الخزامة. كتدير فيه القدمين ديالا. وكتدير في الرقبة ديالا. وهاد العاصر هادا. بعد الخضار. راديك التوتر ما كيبقاش. لان التوتر ناتج على سوق الت التغذية. لان التغذية. مني كيكون نقص الأحمد ديالنا في الجسم. وخاصة حمد الفوليك. را كي يعطينا هاد التوتر. كي يعطينا هاد الخوف. كي يعطينا بزاف الحويجات. لان الدماغ ديال النقص يتغدى. ومني كنعطيوه الكافي. را ما كيبقاش عندنا هاد الخوف. حتى ديال الخوف ما كيبقاش. إذن مستمعنا غادين توقفوا مع فاصل. وغادين رجعوا مباشرة. نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية. مرحبا بكل تساؤلتكم التجميلية. جاوب عليها مشكورة جدا. خبيرة شعر والتجميل. حرية شوية. أخذ إيمان على سفر خمسة. 228-00-60-61-62. غديمشي مباشرة الاستقبل مكالمتكم الهاتفية. وفرصة نجاوب على كل تساؤلتكم التجميلية. معنا أول مكالمة. نعيمة من أقادير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نعيمة. مرحبا. الله يبرك فيك. كل شيء على خير. مرحبا وسلامك. مرحبا لنا نعيمة. عندي تساؤل أخت فرية. مرحبا. مرحبا. عندي لابو ديالي. أنا في سيدة في الخمسينة. عندي السكري. السكري يعني مدبوض. إنما في لابو ديالي عندي مثل متفحة. مع بريكي ماسك من الأخت فرية. وكذلك عندي بيتانش كنت باوتهم. تبعت عن طريقة ديالي الجديد. يمكن ما عارف معالي بوفيتالور عندي ذاك العرق. كي حرق ليه عنقي وكن زنحوك. مم. بقضية ديالي. شو ده ما درت. بستنديرين كريمي ضغطون. ديالة فارماسي. أي. فارماسي. والإكرانت هو ديالة فارماسي. يعني ما تنستمش أي حاجة الخالي. هادة ديالة. بغيت ماسك هادة اللي تسبقين تنقي. ونجزيلي ما كان يلسحها. كان شو زيزة تزمن منكم دائما ديالة. بغيت هادة اللي. هادة اللي. هادة. بتكون خاصة على حسب الحالة ديالك. وح. بالنسبة هادة الكريمي اللي كديري. درتها على أساس لتاش اللي عندك. لا. كنت بلت واحدة. سلوة بعتمعها مزين صابع. بغيت ما. بالنسبة لتغذية ديالك ستنظميها. دبال التغذية كتختالف. التغذية. يا رياضة. مزيان. 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 تخدÖي جوز معلقة إلا العاصر ديال الكرافس. أيه. وغتديري كاس ديال نخاله. لترتباها في جوز كيسين ديال الماء. أيه. لغتدليه غتتلقاه في الماء. واحد لخمساد بقايق. غتصفي داك الماء بوحدو. عتتخدي منه تقريباً اربع كاس. وغتدفهم معاهدك جوز معلقة ديال الكرافس. العاصر ديال الكرافس. وتديري في واحد البخاخ و الليه في القطن وتمسح بالمناطق اللي عندك فيها بالنسبة للترطيبة انا نفضل انت في هذا السن هذا ترطبي البشرة ديالك بالزبدة بلدية ثم عندكم زبدة الماء يستمع في اقادرة موجودة والعسل الحور شوف شي حد يجيب لك العسل طبيعي المياه في المياه خودي جوج معلق ديال الزبدة بلدية ومعلقة صغيرة ديال العسل الحور خلطيهم بحل كريمة وتبقى ترطبي بهم اللي تكوني في الدار من اللي تجي تخرجي ديالي واحد القناع بالبطاطة الحلوة خودي البطاطة الحلوة حكيها ديالك النشا دياله خلطي مع معلقة ديال زيت ارغان ودهني على العنق ديالك والبشرة ديالك ودومي يعني واحد جوز سيمانة ثلاثة سيمانة وهذه تلقى النتيجة ان شاء الله وهذا الليل اللي تدري واحد المحلول ديال السلمية جورقة ديال السلمية واحد العريشة ديال برد الدوش ديالهم في واحد الكاس كبع ليهم كاز الماء طيب سيطلقهم زيان وتبقى كمحلول تشربه كل ليلة ونظمة تغذية يعني تاخد الكالسيوم بزاف خودي الحوت خودي الفيتامين دي تهياخ خودي السن ما فوق الخمسين ارى المرأة كتعاني من نقص ديال الفيتامين دي والفيتامين او هناك تكون قبل ما تتعطل اي حاجات تمشي عن طبيب تعبار المسائل ديالها تجاهل هاد المواد الطبيعية مستمعها كتسولك عندها الحبوب على مستوى يعني الارداف يعني والدهر هادك الحبوب اللي تيكوتي دهر متى اما في صدر او لا في الدهر هدي بشرة دهنية غالبا هتكون عندها بشرة دهنية واحنا كنعرفو الغودة الدهنية كتنشط في هاد المناطق كتنشط في الخد وكتنشط في الكتف وفي الصدر هنا كنقول لك سيداتي القناع اللي غيمكن لك تدري والمحاليل اولا تجنبي الصابون اللي فيه مواد كيموية تجنبي هذا البخفاء يعني العطور تكون فيه مريحة فيلا اي حاجة دائما في الحمام تشلي بالزعتار ولا تشلي بالاخرى للحمدية لك والدهنية دائما بزيت العود ودائما مرة مرة ديري واحد القناع مرطيب اللي كيقشر الخلايا الميتة ديال البشرة ديالك وكيتتغدام المواد الطبيعية كتدري غير النخلة والحليب في الدهنية المناطق الليك عندك في هاد المشاكل هادي وديري واحد الكيس ديال القطن وديري حركة دائرية ومباشرة ديري المادية الخيار سيدة عند المسام نجاوبه السيدة عند المسام بالنسبة للمسام حاولي ديري اقنعة اللي كيوقع الانقيبات ديال المسام ليا تقدر ديري النعنع يابس ولا تجيبي ماطيشة واحدة كتسلقيها في الماء وتحنيها وتدري معها معها معقادي النعنع يابس ولا المعقادي الزعتار يابس متحون نتخلطو هاد المكونات دهنو بها البشرة ديالنا نخليوها عشرين دقيقة ومبعد كنغسلو وجهه ديالنا وكنديرو حال البخاخ يكون بارد اما بالمعدنوس ولا بليشو يعني كناخدو ليشو ولا المعدنوس البخاخ من هاد المكونات وكرشو البشرة ديالنا واخر نوصل باقي المكلمات نجوب على تساؤلات المستمعات معنا حنان من اسفي اروا حنان اصبح النور حنان الحمد لله الله يبرك فيك مرحبا حنان ان شاء الله ان شاء الله واخر الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله بالنسبة بالنسبة العروس من بعد رمضان احسن قيناع اللي ممكن لك الدوم عليه خودي البطاطا الحلوة ده با خودي حكيها وخودي ديك النشاة ديالنا وخلطها مع العسل وضيفها مع القادية الرايب البلدي هذا قيناع رائع العريصات يعني مليك تدير الرايب البلدي ودير البطاطا الحلوة ديك النشاة تحتاني ودير على وجهة العسل ودير على البشرة ديالك تخلي عشرين دقيقة ومن بعد كتنطفي لوجه ديالك ودائما بخاخات يكونوا بالمعدنوس والكرمب وفي اللي من اللي تجي تنعسي الماء ديال الخيار والحليب السائل يكون بالدي يعني كنحبكو خيارة وناخدو الماء دياله وكننضيفو معها ثلاثة المعلاقة ديال الحليب السائل ممكن لك تضيف مع القادية الى لك عندك زيد طبيعي ديال اللوز واللذي الارغان وكتمسحي الوجه ديالك وتنعسيه الدومي عليها والمكلة الخضرة يعني الخضرة بكاترة اخودي القرع الخضرة اخودي الكروم بليشو بانواع دياله الحمار والخضر وتخدي العسل ديال مع النوس عسل ديال الخيار عسل ديال الجزر ودومي عليه تتمنى لنتسلعات ان شاء الله تتغيري بصفة نهائية مازال عنده شوية ديال وقت ان شاء الله كما عليها بالخير ومازال ديرو حلقة خاصة بالنسبة ان شاء الله العريسات نديرو شيجوش حلقات آآ غادي ناخدو مكالمة اخرى معنا آآ سعاد من القناترا اختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الله يبرك فيك اه كدير الخضرة ديالنا كنا عندنا شكرها بزايا فراد نصائح ايه لا شكر الله مرحبا عافك عندي مشكلة عندي البشرات ديالك يخرجوا لي الخالس بزايا فوجيه اه ما كانوش فيك لا ما كانوش فيها هدي دبا واحدين سنين ستتخرج وحدا كتكون لهم ديالها شوية شوية كيوالي ماغوا وكتخصوا كدير لبوجيه كله ولا عامر بيه اه ضروري من الطبيب ديالجل اه ضروري من الطبيب ديالجل اه اه يمكن عندي مشكلة اخر عندي البشرات ناشفة وكما اخذت ناصحة ديال الخابيره كان دير زيتون كل الليلة كندهن بيها اه اه باش كان نسح وجهه كان نغفلو بالمعدنوس وآزيات مزيان وباقي كده باقي تقشر دياليش شوية من جهة لفم دياله غير تبعي تبعي لغير الطبيب الزبدبل دياله عندك وبالنسبة لمشكل ديال الخال عندك اه تحسي بواحد منيك تغسلي منيك تخرجي من الحمام كتحسي بواحد تبوريشا لا ما عندي العادة الشهرية كتجيك مزيانة لا عندي كوشي مزيان غير واحد شي كان اه دبعت من السنين هادي مني تزوج كانت فيها واحدة ودبعه وش يكون زمان من المالع الحامل ولا وهات شي بغيت نقول لك انا سير يشوف الطبيب ديالي واحد تحليل شاميل والتصليبين نعطيك باش اما الخل تشوف المشكل بالضبط منين وهذا الاختصاص اللي غاد يعرف ماشي انا من الاحسن من الاحسن الخالات اللي تكون فينا يعني من اللي يخلق فينا عاجي ولكن من اللي تكون خالات كي يظهروا الجسم ديالنا من الاحسن انو ديوا استشارة طبية بالنسبة بالنسبة اختي وش كانوا عندك حبيبات قبل بحال حب الشباب لا عمري حبوب مجالي جدا كانوا جهي ساعة في ما فيه تشيح اه وشوفي من الاحسن شوفي طبية من الاحسن واخا سعد اني حاول انك دريعي واحد الاستشارة هكام مع اخي سائي في الامرات الجلدية ولكنت الامر الحمد لله مزيان ديك ساعة رجعي تواصلي معنا والحرية تقدم لك يعني شيء اقنعة من الاحسن دري استشارة تبيه اللولة واخا تحيتنا لك اه غادي ناخدو خديجة من اقادير الو الو خديجة الو صبح وخير صبح النور مرحبا خديجة الله يبرك فيك مرحبا خديجة ايه تفضلك اه دعا انا عندي تساقط شعر منين كمنين ولدت ولدت عامي ايه صمت من بيع العام ولكن بقى كايتها شلية بزاز تلدابا واخ بشراء ديالك دهنية ايه انا عادة اي عندي بشراء دهنية شتو هي عندي في الدهن بزاز واخا وفيز بردكت لي لديالبن وفيز عندي نقف الويتامين دال ويتامين دي اه اه ونظمتها وعندي اختي خريه واحد الموسكي الاخر ايه بقليلك ليش في العنق ديالي ليش في العنقصافي اه ليش في العنقلوجين لا ما فيش ولكن العنق بقى يبقى ليش في العنق ديالي اه بالنسبة الفيتامين دي خديتي شدوه ولا خديتي شدوه لا بقي ما خديتي شدوه ايو عافتي اه حاولي تنظمي التغذية ديالك خدي الحوت بزاف خدي الخضار خدي الفواكه واحد ثلاثة سيمانات تشرب الماء بزاف وتمشي وعود التحليل ديالك ولكن حاوليت بعدي اختي شهورية نعم قالي بالليخ سننجر شي شي باع المددية لاربع شهور باش تشسن عندي المستوى جال فيتامين في الشي شو كوني قال هالك طبيب اه طبيب ايو بخصك سبخم سببع مع الطبيب ديالك هات اذا كان عندك ناقص بزاف ضروري من وضروري حمت دوك الإباري كتعتاو باستشارة تبيا باستشارة تبيا بالنسبة لتساقط الشعر ايو واحدة عنده بشرة دهنية ولا الفروات ديال الشعر دهنية اخدوا واحدة الفكرة بان ذاك الدهون منيك تسد ذاك الخلايا منيك تعمر بالدهون دمك يبقاش يوصل للجدور ديال الزغبة عادية غاديتح لك الزغبة ديالك اولا حاولوا تدمس دهنون ومرة مرات دل كل فروات ديال الشعر مرة بالمUDية البنبلوموس مرة بالمUDية اللفت مرة بالمهدية الزعتع يعني وانتيه حركات دائرية تفوه وكتحلوا المسام ديال الشعر باش الدهن تخرج وطبعا هذا مع نظام غدائي معين يعني تاخد الخضر بالزيد يعني تخوضوا الخضرية اللىكم تمسس الدهن وادك الدهن ت تخرج التباول دياله نحinated يعني القرعة الخضرة القرعة الحمراء اللوبيا الخضرة داب القوقرة كين في السوق ناخده حتى هو الخرشف هادو كلهم ندخلهم في النظام اليومي الغدائي دينا يعني شربات في الطاجين ديروا طاجين بلالحم كنا نديروا غيب الخضرة ديروا في شوية دية زيت العود ودائما الناس اللي عندهم مشة دهنية يحاولوا التوابل ديالهم يكون قصبر حبوب يكون زعتر ويكون ازيل هادو ثلاثة الحويجات ونقسم الملحة والتوتر يعني هادو كلها غتتسعدك من الدهون الزائدة في الجسم وكلها تسممات لان ديك الدهون اللي كتكون زايد اكثر من القياس ديالها غتولي تسممات معنا خديجة من اليوسفية الو خديجة الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله خديجة مرحبا لله اللهي بارك فيك تفضلي شو تسألك الخبيرة نباس بارك الله وافيك لله شكرا شحال عمار ديالك عمار ديالك العادة الشهرية مزيانة عندك مزيانة عمارك ما ديت الشي كريمة على وجهك ولا كتشربي الماء مزيان كتكي الخضراء كل شيء ندير مزيان كل شيء وكريمة نديره بعد كريمة والما كتشربيه الماء كتشربيه فد الوقت طبعا مع البرد مزيان بالنسبة الكريمة توقفيهم ما تبقاش ديال الكريمة فترطبي البشرة ديالك غيب الزبدة بلدية اللي كنت انتي في المناطق ديال بالبادية اليوسوفية خودي غيب الزبدة بلدية خودي العسل خودي التطالح لوا مع العسل خودي الزيت العود مع الجازر رائع اليًا اللي عند البشرة الدهنية ديلا غير مدية الجازر وزيت ارجان رائع البشرة الي عند البشرة جافة الي عند البشرة جافة غير الجازر وبال السيدة ديالك في الماء والتحنيها وضيف معها مع القديل اللوز الحر خلطك خلطة وضيف معها مع القديل الزيت ودريها على المناطق اللي عندك فيها الكلف ودومي عليها يعني ركا تعطي واحد النتجة في ظرف الشهر ما يبقاش عندك هذه المشكل وديما جام لي في مطبخي هذا والشعر ديالي أنا يعني الخوضة الفواكه الماء. اخر مكالمة معنا شي ماء من ميدلت. ألو? ألو شي ماء. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبرك فيك. تفضل لشي ماء. دكتورة ديالنزيا. خبيرة ديالنزيا. مرحبا. مرحبا. عندي حساسة الاسئلة. عندي بصرة ديالي شوية حساسة وفيها الحبوب شوية الحبوب. وعندي بحل بقالي يادك تضايع كوحي شوية. وش ولتي من بعد الولادة. اه. لكن عندك من قبل. كانوا عندك من قبل. ومرا مراكم قرقسهم بيدي. ليتاش اه. وبقالي هذا كل يطعز. مم. البشر عندك ما كتتكشش له. لا. وكتخدي مانيع الحمل. كتخدي مانيع الحمل. كتخدي مانيع الحمل. كنت قطعته. وش حالة دي باش قطعته. ممين بالنسبة للبشر. لذا باد الوقت ما كيقضناش مع المستمعات. بالنسبة للبشر الحساس. انا انتصحت مش انه تديره الورد البلدي والبابونج يكون دايما في الاقنعة حاضر. بالنسبة القناع اللي الديري خودي المعلقة ديالي لوز الحر. وغتاخدي معه تلاتة المعلاقة ديالي الخيار. كتخدي غير ما دياله مع القادية العسور مع القادية جيت ارغان. هذا هو القناع اللي الديري ودومي عليه. وشرب الماء بكثرة. ومرا مرا ديري واح استشارة طبية. ما دم يالله ولتي ومربما تكونك ترضعي. عبر اهم حاجة شو في واش عندك فقر الدم. هاد القناعين فعل بشرة الحساسة ودك الحبوب. ودك لطاش. والاضافات اللي غدير في هاد القناع تضيف اما مع القادية الورد البلدي ولا مع القادية البابونج. هدي بالنسبة للبشر الحساسة. وتعاول بالمادية الخيار. يعني كحي دوك الآتار ديالي. زبدة بلدية. ترطيب هاد الفصل زبدة بلدية. والليمون عصر البرتوقل. تبارك الله عليك خبيرة شعر وتجميل حرية شوية. شكرا لك بزاف على كل هاد ناصح اللي قدمتنا اليوم. آآ لكم تحية وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج. وسمحة شوبي في التنسق واستقبل مكالمتكم الهاتفية. نتمنوا لكم بقية اوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد غاديو الادعاء القريبة منكم.